يؤخر أولاً الصحور لكن قبل تأخير الصحور كان يعقد النية وانا يعني مش رحة دي حاطر وانا يعني صراحة صر خاطر لما حضرتك أشرت إلى أن الأمر مش وعظي ولكن فيه فقه عظيم لأن بين صحوره وفجره مقدار خمسين آية نعم مزبوط فهو كان صلى الله عليه وسلم أولاً بيعقد النية النية محلوها القلب يعني ينوي أن غداً صيام جميل ليه بقى العلماء قالوا النية بتمايز ما بين العبادة والعادة العبادة يعني أنا ممكن غداً مليش نفسي للأكل فصابح كده بدون أكل هل هذا يحصل بالصيام طبعاً إلا استثناء بسيط في الصيام النفل بعدين إنه كان عليه الصلاة والسلام يؤخر النية إلى الضحى لما كان يدور على أزواجه رضي الله عنهن دفغي الرمضان فكان يسألهن أعندكم طعام يقولون لا 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 فيقول أني صائم